من مرحلة السعي لتحقيق الاكتفاء الوطني الطقاوية إلى الشركة الدولية لتصدير معدات كهربائية جزائرية الصنع أشواط قطعها مجمع صنع غاز وجسدها من خلال تصديره لشحنات هامة من معدات كهربائية وقطع غيار العدادات الإلكترونية إلى الخارج على غرار كل من العراق وتونس يأتي هذا في إطار مواصلة المجمع الطقاوية الرفع من قيمة صادراته ودعم وتثمين مستوى الإدماج الوطني إشارة انطلاق رمضية لتصدير موالد الكهربائي نحو دولة العراق في إطار اتفاقية تم إمضاؤها مع مجمع طروس عن طريق شركته الفرعية وهي شركة أونكس في المساء وبعد الزوال سنشهد انطلاق عملية ثانية من مصنع صايك المتوجد بمدينة العلماء حيث سنقوم بتصدير ملحقات ومكونات العداد الكهربائي نحو دولة تونس هذه العملية تعتبر العملية رقم 18 بداية من 2022 والعملية الرابعة في سنة 2024 نصدر بمعدل أربع شحنات سنوية شحنات كل ثلاثة أشهر نحو دولة تونس نجح مجمع سونالغاز عن طريق شركاته الفرعية وفي ظرف قياسية في تطوير قدرات وحداته الانتاجية ما مكنه من تفعيل شراكات تجارية ومناقصات دولية هامة على غرار تصدير مولدات لتوربينات الغازية ذات التوتر العالية وشركة فرع جينيرال إلكتريك ألجيريان بباتنا مع المتعامل الأمريكي جينيرال إلكتريك بعد توقيع المجمعين عقد اتفاق أفريل الماضية بهدف توسيع مشروع انتاج معدات المراكز الكهربائية للتوتر العالية والعالي جدا مولدة الكهربائية حجم كبير التي تحتاج أيضا إلى بيع قطع الغيار التي تستعمل هذه الدول للمحافظة أو الصيانة تجهزة الكبرى لتضمنها شركة سونانكاس بنوعية عالية بإنتاج محلي ووطني وبخدمة ما بعد البيع هذا أهم جدا لأنه هذا يعطيك ضمان للزبون تاك نتكلم أيضا إلى العدادات العدادات التي كنا نستوردها في وقت من الأوقات اليوم غطينا الطلب الداخلي من الإنتاج وبدأنا في التصدير إذن هذا كل يدخل فيه مجهود الجزائر لتوسيع المداخل التاحة بالعملة الصعبة وتنويع صادر التاحة حتى أنه لعود تعسيد رئيس الجمهورية باش نصل إلى حوالي 15 مليار دولار الخطوات الثابتة لصنالغاز تأتي لتؤكد مساهمة وسعي المجمع الكبيرة في تطوير الخبرات البحلية في القطاع الصناعي والطاقوية كما تبرز دوره الفعال في دعم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية التي تعتمدها السلطات العليا للبلاد ترجمة نانسي قنقر